أضل ينسب للرسول ويرجع هي مفردات سابحات كالهدى أو كالتقى تسع الجمال وتلمع لفظ الجلالة نوره وجلاله يعلو على أعلى الوجود ويرفع ومحمد بكماله وجماله خير الغرى وهو النبي الأرفع فالحق حق والضلال ظلالة والنور يفتك بالظلام ويدفع كم لفظة يهدي بها الله الورى قيلت له وهي الدواء الأنجع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال حي لا يموت قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه تعالى الذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا وتقدست صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا له النعمة والفضل له الثناء والمجد له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه جل وتعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا بأبي وأمي وقلبي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا رب كما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة وأوردنا بفضلك ورحمتك وجودك وكرمك وإن قصرت أعمالنا أوردنا حوضه الأصفى ونهره الكوثر وسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليالي الكريمة وفي هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين والمرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبة في الله كلمة برنامج أختار فيه كل ليلة كلمة واحدة أزرع في بستانها ورد حياتي وأزهار أنفاسي ورحيق حبي وحلال عليكم أيها الأطهار قطف الأزهار وجنو الثمار ونحن الليلة على موعد مع كلمة جميلة رقراقة وعدتكم بالأمس أن ندخل الليلة معا بستانها لنقطف من أزهاره ولنستروح شذاه ولنسعد بعبيره فتعالوا لندخل الليلة هذا المحراب المهيب الجليل لنستلهم دروسه وعظاته وعبرة وما أكثر الدروس والعظات والعبر نعم إننا الليلة على موعد مع ليلة القدر لماذا اخترت الحديث عن ليلة القدر في هذه الليلة لأن الليلة القادمة بإذن الله جل وعلا هي ليلة الحادي والعشرين فنحن في هذه الليلة في ليلة العشرين من شهر رمضان وغدا بإذن الله تعالى ستقبل علينا أول ليلة من الليالي الوترية فأردت كما حدثتكم بالأمس مع بداية العشر الأواخر عن الغفلة لأنبه نفسي وإخواني وأخواتي من رقدة الغفلة القاتلة التي تخيم على قلوب كثيرة أردت الليلة من باب حبي لأمتي التي أتغنى بحبها بل وأنا عاشق لها إنها أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم من منطلق حبي أذكر نفسي وآبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأولادي من البنين والبنات بليلة القدر لأن الليلة المقبلة إن شاء الله تعالى هي أول ليلة من الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان وقد تكون ليلة القدر وعلم ذلك عند ربي كما سأبين لحضراتكم الليلة تأصيلاً وتفصيلاً فتعالوا بنا كعادتنا قبل أن ينسحب بساط الوقت سريعاً من تحت أقدامنا لنؤصل لهذه الكلمة الجميلة لمعنى ليلة القدر تأصيلاً لغوياً واصطلاحياً وأرجو أن تركزوا معي في هذه الليلة وفي هذه الحلقة فوالله الذي لا إله غيره لا تخرج الليلة مني كلمة إلا وهي مضمخة بطيب الحب وعبير الحرص على إخواني وأخواتي وأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم ليلة القدر إنه ولي ذلك والقادر عليه ليلة الليلة هي الوقت ما بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا وقت الليل أو وقت الليلة أما القدر فالقدر في اللغة له أكثر من معنى القدر بتسكين الدال أو بفتحها القدر والقدر القدر والقدر له في اللغة أكثر من معنى انتبه معي لأن هذه المعاني اللغوية لن تبتعد كثيرا عن المعنى الاصطلاحي لليلة القدر بل من خلال هذه المعاني اللغوية سنشتق تعريفا اصطلاحيا لليلة القدر شرفني الله وإياكم بها ولا حرمني الله وإياكم أجرها وبركتها إنه ولي ذلك ومولاه القدر يا أحبابي أو القدر من معانيه في اللغة القضاء والحكم القضاء والحكم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وغيره في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي هذا الأمر الذي تود أن تستخير ربك من أجله اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاقدره لي خلي بالك من اللفظ النبوية فاقدره لي أي فاقده لي فاقدره لي يبقى القدر والقدر من معاني هذه المفردة في لغة العرب القضاء والحك فاقدره لي إلى آخر الدعاء الجميل في دعاء الاستخارة ومن معاني القدر التدبير يقال قدرت الأمر أقدره وأقدره بضم الدال وكسرها قدرت الأمر أقدره وأقدره أي دبرت الأمر تدبيرا فالقدر والقدر بمعنى التدبير وكذلك القدر والقدر بمعنى التضييق ومنه قوله تعالى وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه أي فضيق عليه رزقه ومنه قوله تعالى في شأن يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام فظن ألا نقدر عليه أي ألا نضيق عليه ومنه قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وفي آية حقا على المتقين وفي قراءة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره يبقى من معاني القدر والقدر التضييق ومن أجمل معاني الكلمة القدر في اللغة علو الشأن والرفعة والمكانة ومنه قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره أي ما عرف الله حق معرفته وما عظم الله حق تعظيمه وما أجل الله حق إجلاله فمن معاني اللفظة علو الشأن ورفعة المكانة والمنزلة انتبه معي كل هذه المعاني تنطبق على ليلة القدر فليلة القدر خلي بالك بقى ليلة القدر هي ليلة هي الليلة المباركة شايف المعنى الاصطلاحي من كل هذه المعاني اللغوية ليلة القدر هي الليلة المباركة طيب ما أنت ما أصلت معنى البركة في ليلة القدر لا هذا معنى قرآني في صدر صورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وأنا تعمدت أن أبدأ تعريف ليلة القدر بهذه الكلمة لأنها كلمة قرآنية ربانية هذا تعريف اجتهدت أنا في وضعه لليلة القدر فلم أقرأه لأحد علمائنا وإن وفقت فذلك فضل الله وإن أخطأت فأسأل الله أن يغفر لي ليلة القدر هي الليلة المباركة ليلة القضاء والحكم وليلة التدبير والأمر وليلة الشرف والقدر والفضل أو لتاني وهفصل بأه ليلة القدر هي الليلة المباركة ليلة القضاء والحكم ليلة التدبير والأمر ليلة الشرف والقدر والفضل طيب إنت قلتني من معاني القدر التضييق ما علاقة هذا المعنى بليلة القدر دي لطيفة جميلة جدا قال لمن ينتبه إليها حتى من أهل العلم ما علاقة التضييق كمعنى لغوي أصلته لنا الآن من معاني القدر بليلة القدر انتبه للجواب وعض عليه بنواجذك فربما تستمع إليه الليلة لأول مرة ما علاقة التضييق كمعنى من مفردات القدر بليلة القدر والجواب قلت القدر بمعنى التضييق وعلاقته بليلة القدر ليلة القدر هي الليلة التي تضييق فيها الأرض بالملائكة الله 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 هي الليلة التي تضييق فيها الأرض بالملائكة طب جبت بقى الكلام ده منين من تمعودنا ما تقولش لفظا لبي الدليل جبت بقى مسألة الأرض تضيق بالملائكة دي منين؟ من القرآن والسنة فيش كلمة بدون دليل ما دليل القرآن؟ تنزل الملائكة تنزل انظر إلى مفردة تنزل تنزل أي أفواج بعد أفواج لا تنزل الملائكة جملة واحدة ولا دفعة واحدة وإنما ينزل فوج بعد فوج بعد فوج من غروب شمس هذا هذه الليلة إلى طلوع فجرها بموعود الله جل وعلا وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي والبزار وابن نصر وغيرهم بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عدد الملائكة في الأرض في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى يا الله خل بالك أكثر من عدد الحصى هذه علاقة التضييق في قوله تعالى قدر عليه رزقه أي ضيق عليه بليلة القدر فليلة القدر يا أصحاب القدر سميت بهذا الاسم لأن الملائكة تكثر فيها وتزدحم وتضيق الأرض بالملائكة وكأن الله جل وعلا يريد أن يكرم أهل التوحيد من الصائمين القائمين من أمة سيد النبيين وإمام العالمين بشهود الملائكة حفلهم الإيماني البهيج بشهود الملائكة حفلهم الإيماني الرفيع فالملائكة أيها الصائم القائم لا تتركك في ليلة القدر بل تنزل بأمر الله جل وعلا لتشهد معك هذا العرص الإيماني البهيج في هذه الليلة المرجوة في هذه الليلة المباركة التي لا يعرف قدرها أحد من الخلق بل ولم يعرف قدرها سيد الخلق إلا بعد أن علمه ربه تدبر معي ولتكن البداية بالقرآن الكريم لأن الموضوع جليل طويل ولتكن البداية من صورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين خلي بالك من القرآن الأول الليلة مباركة ليلة مباركة ليلة القدر ليلة مباركة استمدت ليلة القدر بركتها من القرآن الكريم إذ أن الملك الحق رب العالمين جل وعلا قد أنزل القرآن في ليلة القدر في رمضان من الرمضانات على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أنزلناه في ليلة مباركة الضمير هنا بإجماع أهل التفسير عائد على القرآن إنا أنزلناه أي أنزل الله القرآن في ليلة القدر طيب إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ألا طرط عرضا بين هاتين الآيتين الكريمتين التي ذكرتهم الآن وبين قول الله تعالى وقرآن انفرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل لا تعارض أيها الحبيب اللبي فالحق يخرج من مشكات واحدة إذن كيف الجمع بين هذه الآية والآيتين السابقتين الجمع ما قاله ابن عباس وهذا من باب القول الذي لا يقال من قبيل الرأي أبدا قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله القرآن الكريم جملة واحدة أو دفعة واحدة ليلة القدر إلى السماء الدنيا أو إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك منجما أي مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث والأحوال والإجابة على الأسئلة التي كانت تطرح على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وبهذا يزول الإشكال ويزول التعارض بحمد الله تبارك وتعالى إذن أول بركة من بركات هذه الليلة أن الله باركها ورفع شأنها وأعلى قدرها فأنزل القرآن الكريم فيها ورب الكعبة لا يعلم قدر هذه البركة إلا من يعلم قدر القرآن وجلال القرآن وعظمة القرآن وحاجة البشرية بلا استثناء إلى القرآن فالقرآن مصدر سعادة البشرية فضلا عن الأمة في الدنيا والآخرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أي في جانب العقيدة في جانب العبادة في جانب التشريع في جانب الأخلاق في جانب المعاملات في جانب الفكر في جانب السلوك في كل جوانب الحياة فالقرآن مصدر سعادة البشر في الدنيا والآخرة إن عرفت البشرية قدر وجلال وعظمة القرآن ففضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل خلقه أسأل الله أن يرد الأمة خاصة والبشرية عامة إلى كتابه إنه ولي ذلك ومولاه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين يبقى ليلة القدر ليلة مباركة وهي ليلة القضاء والحكم والتدبير والأمر فيها أي في ليلة القدر خلي بالك أوي يفرق كل أمر حكيم وكل أمر الله حكيم ورب الكعبة فيها يفرق كل أمر حكيم يفرق يعني إيه؟ خلي بالك من الكلام ده يعني يفصل يفصل إيه الموضوع ده؟ اعرف بقى فضل ليلة القدر وجلال ليلة القدر ليلة القدر يا أصحاب القدر هي الليلة التي يفصل الحق تبارك وتعالى فيها من اللوح المحفوظ أقدار العباد من الموت والحياة والأرزاق والآجال كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى يكتب يحج فلان ويحج فلان ويموت فلان وفلان فترى الرجل يمشي في الأسواق وقد كتب اسمه في الموتى في هذا العام فيها يفرق أي يفصل كل أمر حكيم تتنزل الملائكة من الملاء الأعلى بتقدير الله العلي الأعلى للخلق كل الخلق وللعباد كل العباد على وجه الأرض إلى ملائكة الأرض أو ملائكة السماء الدنيا أو الملائكة الموكلة بحفظ العباد وكتابة أعمالهم وأحوالهم يتنزل الأمر لكل بشر بالتفصيل في ليلة القدر من كل عام إلى ليلة القدر التي تليها في السنة المقبلة خلي بالك من اللي نحاوله ده لأنه كلام في غاية الأهمية التقدير خمسة أنواع خلي بالك أنا مش هبعدك مش هأصلك تأصيلا منهجيا عشان مش عاوز أخرجك من جلالي وجمالي ليلة القدر بس ده تأصيل لابد أن تعلمه ولابد أن تعرفه التقدير خمسة خلي بالك تقدير أزلي وتقدير في يوم الميثاق وتقدير عمري وتقدير حولي وتقدير يومي لأتاني يا مولينا بالراح بالراح أعوزين نفهي بالكلام ده التقدير خمسة أول أنواع التقدير تقدير أزلي إيه التقدير الأزلي اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي روه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال وحديث صحيح صحيح شيخ ألباني وغيره قال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال يا ربي وماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة خلاص الجلسة بتاعتي دي مكتوبة ومقدرة ليه التبدل لنا البست النهاردة دون سائر أثوابي مقدر مكتوب الزوج قدر الولد قدر الرزق قدر العلم قدر الصحة قدر إن كل شيء خلقناه بقدر والإيمان بالقدر خيره وشره لا يصح إيمانك قط إلا به أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره عشان ما أطولش يبقى أول مرتبة من مراتب التقدير أو أول تقدير من التقدير التقدير الأزلي طيب كلام جميل خلي بالك أوي النوع الثاني التقدير في يوم المثاق قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون خلق الله عز وجل كل نسمة هو خالقها واستنطقها وأنطقهم فنطقوا وشهدوا له جل وعلا بالوحدانية وعرف الله تبارك وتعالى أهل الجنة وأهل النار المثاق الثالث التقدير الثالث التقدير العمري التقدير العمري روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع أحدكم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغطا مثل ذلك ثم يرسل الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أو وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وفي لفظ البخاري إنما الأعمال بالخواتيم وفي لفظ سهل بن سعد الساعدي يعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار فيما يبدو للناس هذه لفظ وقيد نبوي لا بد منه ليزول الإشكال في عقلك وأنت تسمع الحديث فيما يبدو للناس فهذا مرائي فيما يعمله من الأعمال ومن ثم فأعمالها لا قبول لها عند الكبير المتعال الشاهد هذا هو التقدير العمري في رواية أنس في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا يعني بأرحم النساء على وجه الأرض وكل الله بأرحم النساء ملكا سواء كانت المرأة مسلمة أو ليست مسلمة إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا فيقول الملك أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة أي ربي أذكر أم أنثى أي ربي أشقي أم سعيد أي ربي ما عمله أي ربي ما أجله قال ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء أنا أفصل الكلام ده كله في جبريل يسأل والنبي يجيب في دروس العقيدة هنعيش بقى بالتفصيل في مرتبة الإيمان بالقدر لأنني أعلم أنها من أخطر مراتب الإيمان ومن أصعب أركان الإيمان على كثير من الخلق أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإيمان بالقدر خيره وشره يبقى ده تقدير عمري يبقى أنت حضرتك نازل للأرض بخريطة كملة بخريطة وضحة بالأجل بالرزق بالعمل بالشقاوة بالسعادة كل شيء مقدر آهل لو رسخت في قلبك عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر خير وشره والله لعشت ملكا متوجا لعشت عزيزا لعشت قويا لا تهاب مخلوقا على وجه الأرض لأنك حينئذ ستعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنه لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تضرك أو تنفعك إلا بأمر من يملك الضر والنف وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير إن تنسيت التقدير الأولاني خاح أذكرك تقدير أزلي تبع التقدير التاني التقدير في يوم المثاق تبع التقدير التالت التقدير العمري تبع التقدير الرابع هو تقديرنا الذي نتحدث عنه الليلة وهو التقدير في ليلة القدر وهو التقدير في ليلة القدر اسمه تقدير حولي حولي يعني من الحول للحول في ليلة وحدة في كل سنة وهي ليلة القدر فيها يفرق أن يفصل آه يفصل من إيه يفصل من التقدير العمري والتقدير العمري يفصل من التقدير في يوم المثاق والتقدير في يوم المثاق يفصل من التقدير الأزلي والتقدير الخامس والأخير هو التقدير اليومي كما قال الرب العلي كل يوم هو في شأن وهذا التقدير اليوم يفصل من التقدير الرابع وهو التقدير الحول في ليلة القدر يبقى التقدير الحول ينزل بكل تقدير السنة رزقك أجلك عملك شقاوتك سعادتك مرضك فرحك حزنك زوجتك أولادك منصبك كل ما تمر به في عامك يقدر في هذه الليلة في ليلة القدر في ليلة الفضل في ليلة الحكم في ليلة القضاء في ليلة التبير والأمر في ليلة الشرف يقضى ويقدر كل شيء فيها يفرق أن يفصل وبعدين التقدير اليومي ينزل بقى كل قدر في يومه كل تقدير قدره الملك القدير ينزل يوميا في يومه في المكان الذي قدره الملك وفي الوقت الذي قدره الملك لا يتقدم ولا يتأخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير طب كفا كده في المسألة ده لأن الوقت بيجري يبقى ليلة القدر هي ليلة القضاء والحكم والتدبير والأمر وأظن أن المسألة صارت واضحة جدا لآبائي وأمهاتي وإخواني وأخوات فأنا لا يعنيني أن أتفازلك في القول وأن أتقعر في الطرح إنما يعنيني ورب الكعبة أن تصل المعلومة سهلة يسيرة جميلة لكل أب من آبائنا وأم من أمهاتنا قبل طلابنا من أحبابنا طلبة العلم أسأل الله أن يعلمني وأن يفهمني وإياكم وأن يرزقني وإياكم العمل إنه ولي ذلك والقدر عليه ليلة القدر ليلة الشرف ليلة الرفعة ليلة العلو ليلة المكانة إنا أنزلناه في ليلة القدر نرجع بقى لصورة القدر بقى خلي بالك من القرآن وما أدراك ما ليلة القدر الله 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 حضرتك حفظ الصورة بس ما عشتش مع الصورة ما تدبرت الصورة القدر الأول أول كلمة في الصورة إنه يا الله إنه الله الله تعرف إنه اسمها ضمير العظمة ضمير العظمة إنها شايف الملك جل جلال بقول إنها مش أنا خلي بالك وإذا قرأت آية ابتدأها ربك جل جلاله بضمير العظمة فاعلم أن الله سبحانه يريد أن يلفت الأنظار إلى عظمة وشرف من سيتحدث عن أو ما سيتحدث عن أما يبقى الضمير بإنه خلي بالك إيه اللي جاي بعد إنه إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الله 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 إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إرسال أمر عظيم طب يا مولانا ما ورب العزة قال إنه بضمير العظمة في إرسال نوح وقال أنا بضمير المفرد في إرسال موسى إيه الفرق يعني خلي بالك باهم ده كلام اللي بيتدبر القرآن واللي بيعيش مع القرآن رب العزة حين تحدث عن إرسال نوح قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك الآية لكن لما تحدث عن إرسال موسى لم يبدأ الحديث بضمير العظمة إنه وإنما قال فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك ضمير المفرد مع أن إرسال موسى أمر جلل وأمر عظيم كإرسال نوح لا خلي بالك بقى من أهل العيش مع القرآن فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا مش وإنه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم إلى آخر الآيات الجميلة ليه يا أخوانا لأن مقام موسى كان مقام رهبة وهيبة ولا يحتاج إلى مزيد من الرهبة ولا إلى مزيد من الخوف فخاطبه ربنا جل وعلا بضمير المفرد من باب التودد والإيناس لنبي الله موسى هذه لطيفة قل من يقف عندها طيب مش موضوعنا إن شاء الله نعيش مع لطيف الجميلة في التفسير لكن إذا قال الله إنه فهو يلفت النظر إلى عظمة ما سيتحدث عنه إنا أنزلناه في ليلة القدر لا وبعد ذلك أقول جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر استفهام تعجبي قرآني بديع بليغ ليلفت نظر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لقدر هذه الليلة وما أدراك ما ليلة القدر أمر عظيم يعني مهما سبح خيالك وهذا الخطاب لنبينا مهما سبح خيالك لتقف عند قدر هذه الليلة فلن تستطيع يا محمد إلا إذا عرفك الله وقدرها فإذا كان هذا الخطاب لنبينا فكيف يكون حالنا نحن نعم نحن لا نعلم قدر هذه الليلة إلا إذا عرفنا ربنا وعرفنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وما أدراك ما ليلة القدر ثم يجيب الحق تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر جواب محكم ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر 83 سنة وأربع شهور بس خلي بالك من اللي نحن لهولك دلوقتي ليلة تساوي في حساب الزمن 83 سنة وأربع شهور بس إيه 83 سنة وأربع شهور عبادة خالصة تبدو المحتاجين تصفيهم من كم سنة بدي الأقطة تانية من تشواخد بالك منه ده دول 83 سنة وأربع شهور عبادة خالصة أجر من يقيم ليلة القدر وأجر من يوفق لليلة القدر كأجر رجل تفرغ لعبادة الله جل وعلا 83 عاما وأربعة أشهر كاملة تبدو لما تحب تحطوهم في سنين مع طعامك وشرابك وعملك وانشغالك بمرأتك وأولادك ودنياك يتحط في كم سنة محتاج تصفيهم من كم سنة أبشر يا من نسبك الله إلى محمد والله ما شرفنا إلا بتشريف الله له والله ما كرمنا إلا بكرامة الله له والله ما استحقت الأمة هذا القدر وما رفع شأن الأمة بهذا الشكل إلا إكراما من الله لحبيبه وإلا تكريما من الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمد لي نبيا نعم أيها الأحبة تدبروا معي جيدا كل كلمة والله في هذه الليلة وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أجر من يوفق لليلة القدر كأجر عبادة عبد تفرغ لطاعة الله وعبادة الله 83 سنة و4 شهور شايف الفضل بالله عليك انت عاوز تقف على فضل أكثر من هذا الفضل وهذا حكم من حكم ربي ليلة القدر خير من ألف شهر تنزلوا الله تنزلوا الملائكة والروح والروح هو جبريل وهذا كما قل علماء الأصول من باب عطف الخاص على العام وإلا فهو ملك من الملائكة تنزلوا الملائكة لماذا عطف جبريل والروح على الملائكة مع أنه منهم هذا من باب عطف الخاص على العام لمكانة جبريل فجبريل لا ينزل إلى الأرض إلا لأمر جلل وإلا لأمر عظيم ينزل جبريل مع كوكبة من الملائكة لا يعلم أعدادهم إلا من أنزلهم جل وعلا وانتبه إلى أن الملائكة لا تنزل في هذه الليلة إلا بأمر الله سبحانه وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسية لما طلب نبينا من جبريل وقال يا جبريل لما لا تزورنا أكثر مما تزورنا ما بقلناش أكثر من كده ليه فنزل قول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسية فالملائكة لا تنزل إلا بتكليف من الملك جل جلاله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر أي تتنزل الملائكة بكل أمر قدره ربنا جل وعلا لكل عبد من العباد على وجه الأرض في السنة كلها حتى تقبل ليلة القدر في السنة المقبلة سلام هي حتى مطلع الفجر سلام ليلة القدر ليلة سلم وسلام ليلة أمن وأمان ليلة رحمة وجود وعفو وإحسان سلام هي ومن بديع ما استدل بيبن عباس على ليلة القدر قال كلمة هي هي الكلمة السابعة والعشرون من صورة القدر وصورة القدر تتكون من ثلاثين كلمة ومن خمس آيات كلمة هي هي الكلمة رقم سبع وعشرين فاستدل بهذا الفهم على أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين ولكنني سأرد هذا القول بالدليل الآن فقد تكون ليلة القدر ليلة السابع والعشرين وقد تكون ليلة الثالث والعشرين وقد تكون ليلة الحادي والعشرين وقد تكون ليلة التاسع والعشرين وقد تكون ليلة الخامس والعشرين وسأبين لحضراتكم ذلك بالدليل الآن من كلام سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم سلام هي حتى مطلع الفجر فوقتها ضيق ضيق هذا معنى آخر من معنى التضيق لمعنى من معنى مفردات قدر وقدر التضييق وقتها ضيق فعلا ضيق وهو من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الموفق من وفقه الله والسعيد من أسعده الله تبارك وتعالى طيب بعد هذا البيان ما وقت ليلة القدر وما موعدها وما يومها وما ليلتها انتبه معي لازم الليلة تبقى على بصيرة بلدة القدر وما تفتك بإذن الله وأنت يا أختاه والله ما تفتك أبدا ليلة القدر خلاص انتبه يا من تريد أن ترزق ليلة القدر انتبه يا من تحرصين على الفوز بليلة القدر انتبهي خلي بالك لقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ستة وأربعين قولا في تحديد وقت ليلة القدر يا الله قرأتها قولا قولا بس ما ينفعش أولها لك دلوقتي وقت طويل لكن أرجح هذه الأقوال وآكد هذه الأقوال يعني أشدها تأكيدا ما سأؤصله لحضراتكم الآن تعالوا نرجع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم نختصر الطريق ونذهب إلى كلام الصادق الأمين لقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر فيما يلي روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان طيب خلي بالك بقى عشان هننطلق مرحلة مرحلة يبقى هذا حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى الرحمة المهداة بأمته قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان طيب يا رسول الله الأمة ضعيفة والأمة مسكينة وأنت محب للأمة وأنت قال الله فيك بالمؤمنين رأوف الرحيم وأنت الذي بكيت على حال أمتك حتى أنزل لك الملك الملك جل جلاله جبريل طيب شوية فقال صلى الله عليه وسلم فيه رواية البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة تحروا ليلة القدر في الوتري من العشر الأواخر من رمضان جميل جميل جدا يبقى الأول كانوا العشرة التمسوها في العشر الأواخر الآن حدد صلى الله عليه وسلم تحديدا أقل في المشقة وأوضح في الرؤية قال تحروا ليلة القدر في الوتري يعني في الوتري يا مولانا يعني في الليالي الوترية وأول ليلة ووترية الليلة المقبلة في الليالي الوترية وهي ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين خمس ليالي يا راجل حرم عليك والله العظيم لو ضع منك حرم عليك والله حرم عليك ونبحل بالله والله العظيم لا يحرم خيرا ليلة خمس ليالي إلا محروم روى الإمام أحمد في مسنده والترمذيو في سننه بسند الصحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامة تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وفي رواية ابن ماجة بسند صحيح ولا يحرم خيرها إلا محروم يا راجل اصحب بقى بلاش مسلسلة بقى كفاية أفلام مباريات خمس ليالي وترية مقبلة خمس ليالي أول ليلة بكرة خمس ليالي تفز بليلة تسعد سعادة الدنيا والآخرة مغبون ورب الكعبة محروم مخذول خسران من ضيع هذه الليالي المقبلة اشتغل حافظ على صيام النهار من الغيبة والنميمة والنظر إلى المحرمات والكذب شهادة الزور والفحش من القول والفحش من الفعل وبالليل اشتغل اشتغل صل الترويح تهجد الصدقة القرآن الذكر الدعاء التذلل البكاء الاستغفار التضرع اشتغل لا تضيع لا أقول ساعة عذب الله لا تضيع دقيقة دقيقة واحدة إلا وأنت في عمل لله إما للدنيا وأنا لا أقلل أبدا من عمل الدنيا أو للدين أو للآخرة ده لحظات والله الذي لا إله غيره لا يضمن منا مخلوق على وجه الأرض في الأمة أن يمضي أن يقبل عليه رمضان المقبل في العام المقبل خمس ليالي مقبلة خمس ليالي مقبلة يا أمه ويا أختهاه اوع الضيع دقيقة واحدة بعد الليلة من الليلة سنبدأ سندخل معسكر العبادة ومعسكر الطاعة ومن استطاع من أولادنا وأحبابنا وإخواننا أن يعتكف في أي مسجد جامع فليعتكف فليبتعد عن الفتن والشهوات والشبهات وليتفرغ في هذه الليلة المقبلة للطاعة وللعبادة ولقراءة القرآن وللذكر والاستغفار والدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى يبقى النبي حدده التمسوا في الوتري التمسوا في العشرة الأخرى من رمضان وبعدين في رواة عائشة في البخاري قال تحروا ليلة القدر في الوتري من العشرة الأواخر من رمضان طيب فيه رواة ثلاثة فيه رواة ثلاثة فتحدد أقل شوي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد رأوا ليلة القدر أي في الرؤية في المنام ولا زال في الأمة من أهل الفضل من يرون ليلة القدر إلى من هذا هذه كرامة في الأمة لا تنقطع فنحن نثبت المعجزات للأنبياء ونقر بالكرامات للأولياء وهي لا تنقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خلي بالك رأى رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في منامهم في السبع الأواخر من رمضان فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال بأبي وأمي وروحي أرى رؤياكم قد تواطأت أرى رؤياكم قد تواطأت أي اتفقت واتحدت في السبع الأواخر من رمضان فمن كان متحريها أي ليلة القدر فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان نحن كده خرجنا ليلة 21 و23 الرواية عبدالله بن عمر يبقى خرجنا كده ليلة 21 وليلة 23 ما هو السبع الأواخر أو على الأقل خرجنا ليلة 21 إن كان الشهر مكتملا سبحان الله طيب ماذا نصرع انتبه معي خذ رواية رابعة جميلة جدا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري فيش تعارض وسأزيل لك أي تعارض بإذن الله روى البخاري ومسلم حديث أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول أول عشرة في رمضان النبي اعتكف إيه ده آه رواية البخاري ومسلم حديث أبي سعيد ثم اعتكف العشر الأوسط يبقى ده عشرين يوم ثم خرج علينا أخرج خرج عليهم على الصحابة وقال بأبي وأمي وروحي إني اعتكفت العشر الأول ألتمس ليلة القدري ثم اعتكفت العشر الأوسط ألتمس ليلة القدري ثم إني أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر ثم إني أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر ده رواية أبي سعيد خلي بالك بقى في الرواية دي يقول صلى الله عليه وسلم وإني قد رأيت في الرؤية وإني قد رأيت أني أسجد في ماء وطين من صبيحتها وإني قد رأيت أني أسجد في ماء وطين من صبيحتها ده رؤيا النبي رآها يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فرأينا فنزل في هذه الليلة مطر وكان المسجد عريشا فوكف سقفه أي تساقط المطر من سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي وعلى أصحابه يقول أبو سعيد فبصرت عينايا رسول الله وعلى جبينه أو جبهته أثر الماء والطين في صبيحة الحادي والعشرين الله ده كلام جميل الرؤية النبي تحققت في الصبح الليلة إلا قالها اللي شفها الرؤية قال وإني أرى أني أسجد في ماء وطين في صبيحتها كانت الليلة دي ليلة واحد وعشرين في الليلة دي النبي هو بيصلي بالصحابة نزل مطر تبللت الأرض لأن كان بأبي وام لا يسجد على مكت ولا على سجاد ولا كان يسجد على الحصة على الأرض فتأثر جبينه بالماء والطين من أثر المطر الذي نزل في مسجد رسول الله أبو سعيد القدري يقول كنا في الللادي كانت في صبيحة صبح في صبيحة الحادي والعشرين إحدى وعشرين يبقى ليلة القدر التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الحادي والعشرين طيب يا مولانا ما عليه شي فيه رواية تنة في صبيحة مسلم اوعى تهرب منها تب تجمع لنا بين الروايات بس الرواية دي هتعمل لك إشكال لا لا فيش إشكال رواية عبد الله بن قنيس في صحيح مسلم رواية عبد الله بن قنيس فقد جمعت بين دي كل الروايات الصحيحة الثابتة في ليلة القدر وجمعت لحضراتكم بينها بفضل الله تبارك وتعالى عبد الله بن نيس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي بادية إن لي بادية وأنا أصلي فيها بحمد الله فما هي الليلة التي تأمرني أن أنزل فيها إلى هذا المسجد آه ده سؤال واضح جدا عبد الله بن نيس يسأل النبي إن يحدد له ليلة يترك فيها البادية وينزل إلى المسجد النبوي لعله يكرم بليلة القدر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنزل ليلة الثالث والعشرين كلام جميل النبي رأىها ليلة واحد وعشرين ويأمر عبد الله ابن أنيس أن ينزل ليلة الثالث والعشرين وأبي بن كعب يقسم أنها ليلة السابع والعشرين وأنا بعد كل هذه الروايات أؤكد لكم أنها في الوتر من العشر الأواخر كلها من رمضان ومن رحمة الله بالأمة ورحمة النبي بالأمة أن يخفي ربنا عن نبينا وأن يخفي نبينا عن ليلة القدر في ليلة محدودة معلومة ليجتهد أهل الفضل في الطاعة والعبادة في الليالي الوترية كلها كلها عملت كلها كلها هي خمس ليلة يا شيخ محمد ده خمس ليالي ومع ذلك أقول هناك من يعرض وهناك من هو في غفلة وهناك من هو في المعصية وهناك من يشعر بحالة من الفطور بل والانتكاس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أرجو أن أكون قد وضحت لحضراتكم لا استنى لسه لسه ما وضحت الناش ما قلت الناش علامات ليلة القدر إزاي أعرف الندي العلامة وهل يترى لا يتحقق لي الأجر إلا إذا عرفت ليلة القدر والجواب لا وهذا ما عليه المحققون من علمائنا يدرك أجر ليلة القدر من عرف الليلة أو من لم يعرف الليلة ما دام قد قضى الليلة في طاعة وعبادة الله جل وعلا وهل يشترط أيها الشيخ أن أحصل على الأجر بقيام الليلة كلها من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر والجواب لا لا يشترط بل من صل العشاء في جماعة وصل التراويح مع إمامه ككل ليلة ثم من الله عليه وصل الفجر في ليلة من هذه الليالي فقد أدرك يقينا ليلة القدر بفضل الله جل وعلا ومن أراد الزيادة فلا يضيع هذه الليالي كلها إن هيأ الله له ذلك وأعانه الله على ذلك فما هي إلا لحظات وما هي إلا ساعات فاغتنمها واجعلها في طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى وسأضع أيديكم الليلة على علامات محددة لليلة القدر من رآها فليعلم يقينا أنه قد أدرك ليلة القدر هات مولانا العلمة الأولى خلي بالك أوي العلامة الأولى من علامات ليلة القدر انظر إلى القمر طبعا الليالي دمش ليالي قمرية الليالي العشر الأخيرة ليست ليالي قمرية يعني القمر فيها ضعيف ضعيف وصغير ليس بدرا ليس كمالا ليس تماما طيب لكن انظر في هذه الليالي الوترية إلى القمر روى الإمام مسلم في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدنا نتكلم في ليلة القدر وعلى مت ليلة القدر ومتى تكون ليلة القدر تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال الحبيب عليه الصلاة والسلام من يذكر حين طلع القمر مثل شق جفنة دي أول علامة صحيحة في صحيح مسلم دي علامة مقارنة للليلة لأن من يتحدث في العلامات يتحدث عن العلامات اللاحقة للليلة وخلاص ما أساعد من ساعد وفاز من فاز لا أنا أدلك على علامات الليلة ذاتها عشان تدرك أول ما تصلي العشاء والتراويح تابع القمر انظر إلى القمر فإن رأيت القمر مثل شق جفنة إيه الجفنة دي يا مولانا الجفنة طبق الكبير أو الإناء الكبير اللي بيضع فيه الطعام الجفنة إناء كبير يضع فيه الطعام انظر إلى القمر في ليلة القدر في هذه الليالي سترى القمر تماما والله لقد رأيت ذلك بعيني أنا والله لقد رأيت ذلك بعيني وأكثرت من الصلاة والسلام على الصادق الذي لا ينطلق عن الهوى ترى القمر كشق جفنة يعني نصف الجفنة تنظر إلى القمر الجفنة مستديرة حتى ترى القمر نصف جفنة مستدير نصف جفنة مستدير شق يعني نصف جفنة مستدير يعني الطبق المستدير بس يبقى نص لا تبقاش الجفنة كاملة لا نصف جفنة مستدير طيب دي علامة في الليلة طيب علامة تانية علامة تانية في حديث أبي داود الطيالسي وأيضا حديث رواه البيهقي ورواه البزار ورواه الحاكم بسند حسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة القدر ورواه أحمد قال عليه الصلاة والسلام خلي بالك ليلة سهلة طلقة لا حارة ولا باردة سهلة طلقة لا حارة ولا باردة سهلة يسيرة فيها طمأنينة فيها سكينة فيها هدوء فيها راحة نفسية فيها أنوار أنوار إيه بقى؟ أقول لك الملائكة نزلة وطلعة فيها أنوار يشعر بها أهل الإيمان وأهل الفضل وأهل الصدق سهلة طلقة طلقة يعني مضيئة أقول لك وجه طلق أو طلقة أي وجه مضيء سهلة طلقة سهلة يسيرة مضيئة منيرة لا حارة لا باردة يستشعر هذا كثير من أحبابنا وأخواتنا في ليال القدر لا الجو حر ولا الجو برد وفيه سعادة وانشراح وفيه سكينة وفيه لذة وفيه متعة وفيه استقرار ضمير وفيه راحة بال وفيه انشراح صدر يبقى دي علامات الليلة طيب يا مولانا سمعنا أبلي كده أن الليلة دي لا ينبح فيها لا تنبح فيها الكلاب خطأ لا دليل عليه لا دليل على ذلك لا تعلق قلبك ولا عقلك بهذا لا دليل على أن الكلاب لا تنبح في ليلة القدر لا نبغي أن يقول أحد في مثل هذا إلا بدليل من كتاب ربنا وكلام نبينا الصادق صلى الله عليه وآله وسلم طيب ما هي العلامات اللاحقة دي علامات 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 مقارنة للآية للليلة في علامات لاحقة للليلة تأتي بعد انقضاء الليلة روى الإمام مسلم من حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطلع شمس صبيحة هذه الليلة لا شعاع لها بس خلاص سعد من سعد وفاز من فاز فمن يراقب القمر ويراقب حال الليل ومن يراقب حال الشمس للتأكيد فيما كان فيه في الليل فالشمس تطلع في صبيحة ليلة القدر بيضاء لا شعاع لها لا شعاع لها وفيه رواية حمراء ضعيفة ودي بتبقى مرحلة بعد البيض بعد الشعاع لا تعارض وقت ومرحلة بعد الشعاع طيب ماذا نقول وإن أدركنا ليلة القدر لأن الوقت قد انتهى ماذا نقول بعد كل هذا روى الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو هو ده الشغل بقى هذا سؤال من يريدون العمل يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو فقال صلى الله عليه وسلم تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إيه ده مولانا إيه ده عم الشيء محمد بعد كل اللي انت قلته في فضل ليلة القدر النبي يعلم السيدة عائشة هذا الدعاء في هذه الكلمات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني بس هو ده الدعاء فقط آه منت حضرتك منتش عرف معنى العفو ولا تعرف معنى العفو ولو عرفت معنى ذلك لطاش عقلك فهذا كلام من آتاه الله جوامع الكلم هذا دعاء من آتاه الله جوامع الكلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني خلاص سعدت في الدنيا والآخرة معقول آه سعدت في الدنيا والآخرة إن استجاب الله منك هذا الدعاء باختصار شديد في دقيقتين بس عشان طولنا العفو في اللغة معناه المحو والطمس العفو لغة معناه المحو والطمس يقول العرب أو تقول العرب عفت الريح الأثر عفت الريح الأثر أي أزالت الأثر بالكلية فالعفو يا أحبابي من معاني العفو محو الذنب الله أكبر ما خلاص طبق أنت عوز حاجة تاني محو الذنب والتجاوز عنه وترك العقوبة عليه خلاص مش كده خلاص ولا شايف معنى العفو محو الذنب والتجاوز عنه وترك العقوبة عليه ما فيش وقت عشانا نفصل لحضرتك الكلام الجميل ده بالآيات من القرآن والسنة آيات كثيرة وحديث كثيرة يبقى ده أول معنى من معاني العفو تملوه معنى آخر آلهم معنى آخر جميل في اللغة أيضا من معاني العفو في اللغة الكثرة والزيادة فعفو المال ما كثر وزاد عن النفقة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي قل أي قل ما زاد وكثر عن النفقة الأصلية فمن معاني العفو الكثرة والزيادة والعفو هو الله جل جلاله الذي في هذه الليلة الكريمة المباركة يا من تقول له اللهم أنك عفو تحب العفو وقد عرفت معنى العفو فاعفو عني ما معنى ذلك العفو هو الذي يمحو ذنبك يمحو ذنبك ويتجاوز عنه ولا يعاقبك عليه وهو الذي يعطيك ما تسأل وفوق ما تسأل فهو الذي أعطاك قبل أن يعلمك أن تسأل هذا هو العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني أيها الأحبة هيا شد المئزر وأحيو الليل وأيقظوا الأهل وابتعدوا عن أي لهو وعن أي باطل ولا تضيعوا هذه الفرصة فمن يدري ربما لا نلتقي إلا في الجنة أسأل الله إن يجمعني وإياكم في جنات النعيم ليلة القدر وما أدراكم ما ليلة القدر تبدأ الليالي الوترية من الليلة المقبلة فالليلة القادمة هي ليلة الحاد والعشرين واحرص على ليلة الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين أسعدني الله وإياكم بها ولا حرمني الله وإياكم شرفها وفضلها ورفعتها ومنزلتها وقدرها ولا حرمنا الله أجرها إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل المكارم للجوامع ترجع والفضل ينسب للرسول ويرجع هي مفردات ساعة